نروح لملف تاني وهاخد يعني عنوان كده حالة الطقس كعنوان للخبر او الملف اللي احنا بقالنا اربع خمس يام متابعينه حالة من عدم الاستقرار والدنيا مقلوبة وطبعا كلنا متابعين البحثة في الولايات المتحدة الامريكية وفيلم كبير ومن ساعة لساعة عمالين نسمع اخبار ونسمع تصريحات وكل مرشح يقول انه هو اللي فايز وطبعا سجلات ومسارات قانونية مرشحة وعلى الارض طبعا فيه تحركات دلوقتي يعني مشهد غريب جدا وسنرهات كتيرة وطبعا كل الخبراء والمحللين عمالين يشوفوا ايه اللي ممكن يحصل هل هيحصل فيه تسليم وتسلم للسلطة بشكل امن وسلس ولا لا لأ لانه حتى اللحظات اللي بنكلم ما حدكم فيها عمالة تصريحات بايدن او ترامب كل واحد فيهم بيقول انه هو فاز لكن بالارقام وبالنسب وسائل الاعلام طبعا كلها فردة مساحات كبيرة لمتابعة الامر انه لا طبعا الفرق كبير جدا لصالح المرشح الديمقراطي بايدن ويمكن من فترة بسيطة سيئا انا الامريكية اعلنت خلاص انه طبعا بايدن هو الاقرب للفوز لكن التزاما طبعا انه لازم يتم الاعلان بشكل رسمي ممكن دا بايدن اللي قاله قاله يعني برضو انا تقريبا انا اللي فوزت لكن انا مش هقول دا بشكل رسمي لكن طبعا لازم يتم الاعلان عنده